حرف الياء نضع فتحة ثم بعد ذلك حرف نضع السكون ثم بعد ذلك حرف التاء نضع فتحة ثم حرف الصاد حرف الصاد هنا حرف مشدد حرف الياء نضع ضم ثم بعد ذلك الهمزة المتوسطة نضع فتحة ثم بعد ذلك حرف اللام حرف اللام نضع الشدد لأنه حرف المشدد ثم أخيرا حرف ثم تقول ثم جيد